بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل رحلتنا مع قول المصطفى عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه لو عزين تشوفوا الناس وعرفوا من أفضل الناس أفضل الناس البقرة القرآن ومارسوا بيعلم الناس واحد يكون زعلان ومعصب ودار انتغل من زول وأزاني وسولي يجي واحد انصحني بالقرآن يعلمني القرآن يقول لك شنو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واحد فقير في الشارع ويسخر منه يقول لا والله يحب المحسنين تصدق حتى لو بقرش ولا جنيه ولا دولار ولا لعندك فشنو القرآن ده يعني خيركم من تعلم القرآن وعلم العلم ده ما إلي يكون تفسيره كلام أو حاجة نظرية كل حاجة عملية تطبيق عملي فنسأل الله سبحانه وتعالى من يجعلنا من أهل القرآن وخاصة ده أحيانا للآيات لما تجي بطريق القصة القصة بتبسط زي ما قلنا السيدة عشرة دلعانة ورضاها كان بتفسر بالقصص القصة أحيانا يعني لا أثر بيقع في القلب وفي نفس الوقت بيسهل التفسير بتاع الآية بنلقى يمنه شنو بيكتلينا سهلنا نتذكر الآية دي فليل حنحكي قصة بناء على القصة دي حقوم نفسر بعض الآيات القصة دي من أشهر علماء المسلمين في المدينة المنورة كان واحد إمام اسمه الإمام مالك ابن دينار مالك ابن دينار ده شهرته كانت عظيمة جدا ومن أعظم علماء المسلمين بيجوه من المغرب ومن المشرق ومن وين وين عشان يدعلوا منه الفقهاء والعلماء نفسهم في المسجد النبوي مالك ابن دينار الناس قاعدين منتظرينه مرة في صلاة العيشة وتأخر 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 أخر تأخر ما طبيعي يعني طبعا الناس منتظرين أنه ما حيصلوا إلا وراه وهو جايين نسألوا واستفتوه واسألوا فهم مردين ففيكم كلهم منتظرين ومتأخر في الآخر جاء لما نيجي معروف أنه سان بشوش ومبتسم ويقلد ده ويسلم على ده ويشاغل ده يعني سان طيب وبشوش اليوم داك دخل وهو حزين ومنكسر ولا حتى سلم بطريقته العادية دخل وقعد طوالي قال لهم يا ابنائي أعزح كلكم قصة ويا بناتي أعزح كلكم قصة قال لهم القصة لأنه لما كنت صغير كنت في منطقة العراق وكنت شنو شغال في السوق في السوق أنا بعمل شنو يعني زي زي الأمن السوق لو حصل أي غيش لو حصلت أي مشكلة لهو المسؤول إنه يدير السوق وصلح الحاجات في السوق وقال لنا كنت منه عنا زي ما بقوله ملخبة الدنيا مخنبيجة قل مش شابة بمشي بسكار وبجوت ملخبة الدنيا كله أي شي بعملو بقوله عاملة سبعة وزمتها وقال يوم من الأيام أنا ماشي في السوق لقيت ليه واحد راجل كبير في السن وشكله وقور ومسكين واشنو واحد تاجر كبير وغنيان وبيضرب في الرجل المسكين فكان مش شوف الحاصل شنو يا راجل بتألم في الحاصل شنو الرجل الغنيان قال لأم دا لمالك ابن دانر قال ليه ياخي الزلدى يستلف من جروش وقال ليه لمخروض السديدة وما سددة عشي كده لازم أقدبه شغال يضرب فيه وذاك بيبكي بيقول لأخي أنا عندي بيتين والله لا قادر أكله ولا قادر يشربه وما قادر شنو بالتاني 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 ويبكي الراجل الراجل كبير في السنو بيبكي قالوا الله عندي بيتين صغار يعني بس يعني التثبي يعني سامحني أجلي شوي داك وشي اللي يضرب فيه قال له لا مالك ابن دينار كأنه تعاطف مع الراجل الفقير دا وحس إنه بيتين وده فعلا شنو محتاجات قام طوالي بأقوى قوة عنده ضرب هو بتاع الأمن أفرض ضرب لكن قام ضرب الراجل الغنيان ورمى بعيد وقال للرجل الفقير العجوز دا قال ليه أجري 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 وهو بيجري قام قال ليه عليك الله قل لي بناتك ادعو لي مالك ابن دينار قل لي بناتك الصغار دا ادعو لي مالك ابن دينار ففعلا البنات الراجل مشى ويختفى من الصورة ونجاه والله يتزال خير بعد كده مالك ابن دينار قال سبحان الله من الليلة ديك حسيت إنه لازم تزوج حاجة كده بس دخلت الزواج في بالي إنه لازم تزوج وقال المشكلة شنو بمشي فتي في بيوت الناس خبط في الباب دار ناسب ديل ودار ناسب ديل لا تزول سكور جين تزول بتاعشين ما فيزول دار يزوجني مهما يمشي بيجاي بيجاي ما فيزول دار يزوجه قال في الآخر اللي جيت واحدة من الأسرة واحتقتها وزوجتها ما في حل الله كده احتقت وزوجها كده سبحان الله الله كتب لي إنه المردي من الصالحات من مكانه بيقومه الليل وبتصليه وبتطيعه وتهديه وتنصح فيه وبيجاي وبيجاي قال سبحان الله فجأة كده جيت يوم قلت لا خلاص قال بعد كده ما حاشرم وبطلت الشرم فجأة قلت لا بعد كده دار أبدأ أصليه فجأة قال بيجيتنا صلاة الصبح ما بضيعه في الجامع فجأة وبعدين شوية شوية الأمور بيجات يعني بيجات عزم عزمته في الدين وبيجات ملتزم ويخاف الله قال بس بعد كده جات أدبر رحمة وهدية من الله سبحانه وتعالى مرة تحمل حملت والجنيل كبير وكبير لغاية ما وضعت بيت قال البدي لا إله إلا الله أجمل حاجة في حياة تغيرت حياتي تماما بيجيت أدعي وأشكر ربنا وأحمد ربنا وأنا بتيت أخلص الشغل عشان أجل البيت والعب مع بتي وزوجتي وقال السعادة ما بعد السعادة في الدنيا حتى إنه يوم من الأيام قال رجحت البيت ومسكت بيتي بلعب بيها قال وأنا ماسك بيتي في يدي وبالعب معاها قدر الله إنها ماتت في يدي قال الدنيا دي اسودت سوات فيه وشي وضلّم الضلام ما بعده ضلام بيتي أجمل حاجة في حياة تيوب العب بيها وماسكها في يدي تموت في يدي قال في اللحظة تيك طلّمت معاي قرفت الدنيا وقرفت المعيشة وقرفت الدين وقرفت الحياة وقرفت زوجتي وقرفت خلاص ما في الحاجة مجد ما لها طعم قال طلحت من المنطقة اللي أنا فيها دي تماما مشيت في الخلح في ناسي نعارفهم بيسوه زي ما بقول المريسة والعرقة والحاجات دي مشيت اشتريت منهم الخمرة وقعدت أسكر واشرب واشرب قلت إن شاء الله أموت الدنيا دي خلاص ما لها طعم ما منها فايدة قعد تحت تحت الشجرة وهو سكران واشرب 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 واشاء الله يكون آخر يوم في حياتك وانا باشرب تحت الشجرة زي الأغمى عليه يعني وقع يعني نايم قال نمت ورأيت في المنام سبحان الله كأنه يوم القيامة وكأنه أنا في وادي بين جبلين عاليات خالص وانا بجري في الوادي وانا بجري وراي ثعبان كبير كبير ساكيني وانا أجري وسعبان ده بس جاي وراي مهما امشي ما في مخرج ده اقدر امشي كده كده جبل عالي بيجاي وبيجاي وانا بس في نص الوادي ده وسعبان جاري وراي قاصدني انا ما في الا انا قال بانا بجري 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 قال سبحان الله انه فوق من الجبل لقى بيتين سبحان الله كانوا البتين بيتين الراجل الانقذوا داك بنادوا بأهلا صوت بيتوا اسمها فاطمة قالوا يا فاطمة ادركي اباكي يا فاطمة ادركي يا فاطمة تهل هقابوكي تعال هقابوكي قال عنده فوق في الجبل لقيت بيتين رافعة يدها وعملت كده لشنو للسعبان الساكيني سبحان الله السعبان لما يشاف وقف مع وقفة السعبان عينت لي وقالت لي يا ابتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا ابتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا ابتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال صحيح لقيت الوطع الزليل جريت البيت اختسلت وستحميت ومشيت وين الجامعة صلى الفجر قال في الجامعة الإمام منه الإمام الشافعي قال صليت ورى الإمام الشافعي ومن عادة الإمام الشافعي في اليوم ده من كل أسبوع بيقرأ صورة آيات في صلات الفجر وبيقوم بفسرها قال صادف في اليوم ده قرأ في الركعة الأولى شنو بعد صورة الفاتحة؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال والله صورت الآية دي بس نزلت فيه نعمة دعا قال لما جي في التفسير الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وارضاه فسر قول الله تعالى شنو؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله فقال الإمام الشافعي قال الآية دي معناته شنو؟ ده ما سؤال ده ربنا بقول الآن الآن ارجع إلى الله ألم يأني يعني الوقت ما جاء؟ ربنا ما بيسأل الوقت جاء ولا ما جاء؟ ربنا أقول لك الوقت ده أسه ترجع لله لا لا أصبع توب لي الله أسه ما في وقت ما في وقت عمر القصير يا ابن آدم والجنة أجرى عظيم والنار والعزم ما بتقدر عليه عشان كده أسه 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 أرجع لما أقول لك ألم يأني للذين آمنوا؟ ربنا ما بقول لك لا بقول لك الآن الآن انت ترجع إلى الله أسه انت عاوز خير الدنيا أرجع إلى الله أسه انت عاوز ربنا يحميك من مصائب الدنيا ومشاكله بتاع أرجع إلى الله سبحانه وتعالى أسه انت عاوز ربنا افتع عليك أولادك مبتلين عندك مشاكل عندك مرض عندك صحة الرزق مضايق عليك أرجع إلى الله سبحانه وتعالى الآن الآن ما تتأكر ما تسوف ولا لحظة فقال الإمام الشافعي سبحان الله لم نفسرها. الاية دي كأنه بس ربنا نزل لي. وتبتل الله سبحان وتعالى. واخدت زوجتي وصبت السوب ومشيت المدينة وادعلمت من علماء المدينة حتى اصبعت واحد من علماء المدينة والليلة بكيت انا الامام مالك ابن ادارة بيقول بكيت انا امام المدينة الاعظم. والناس بتجيني منه من كل مكان تدعلم مني. فالاية بتاعت الليلة يا اخوان واخواتنا. ابقى نحن تفسير الليلة من الآية اتناشر الى الآية طمانتاشر من سورة الحديد. ليه? لانه زي ما شفنا والقصة ورتنا انه المؤمن. كلمة الامام دي كلمة جوية جدا فيها عقيدة في الاخر وعقيدة في الدنيا. في عقيدة في الاخر انه في الدنيا دي انه الخير كله من الله سبحانه وتعالى. وفيه شيء انا بفتكرة شاريا لكنه كل الخير بالنسبة لي. وفيه امتحانة صعبة. بهم الربيعة. بالمرض. من فقط حبيب. ولنا نبلغ لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يوم انا بعين وانا غنيان. يوم تاني بعين وانا فقير. يوم انا بعين معاي اسرتي. يوم البعض وانا بدفن حبيب وقريب مني. يوم انا صحاتي ما شاء الله تبارك الله. يوم تاني راقي الطريع في المستشفى. يوم انا كده. ويوم انا كده. ويوم شغال. ويوم مفصول. ده حال الدنيا. المؤمن سعب. جامد قوي. ليه؟ لا نمؤمن بحاجة تاني. اه لا وهي يوم القيامة والآخرة. الايمان ده في الدنيا بيسبتنا. وفي الآخرة بيسبتنا. ومن اكثر حيات اللي بيسبتنا. عارفينه ان الدنيا ده دار امتحان. دار بلاء. رحنا ما قاعدين هنا كل يوم. رحنا اجرنا هناك في الآخرة. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيذكرنا في الصورة الحديد في الآية 12. انه يوم يوم القيامة في المؤمن وفي المنافق. المؤمن ده السابت في قلبه سابت في عمله سابت. المنافق ده النص نص. البيجي شنون لما الامور كويسة تلقال الله قال والحمد لله ونعمة وفضل. يعني كيبه ده الامور مطلق بت تلقزحة بعيد. بلاء الله بلدين بلاء كلام فاضي بعيد وعليه عزيز بالله. ربنا شنو برينا. تعجمع امانكم ده في الدنيا كده اذكره في آخرة. عشك يبقل شنو. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبائمانهم. بشراكم اليوم جنات. انت الأسف مريض وصابر بشراكم اليوم جنات. انت الليل الفقدت وتعبان وشقال بيجاي وبيجاي أوفرتايم عشان تاكيل أولادك. بشراكم اليوم جنات. انت الليل الفقدت العزيز القريب منك. والله يرحمه خفر له ساعر موت المسلمين. بشراكم اليوم جنات. تجري من تحت هالأنهار. شو بخال provides. خالدين اشنو؟. انت تعزقتك يعني يوم يومين فصلت من الشغل ورجعت تاني إنت مردت يوم يومين وما قدر تنوم إنت معرف المشاكلة دي اليوم يومين وخلاص القيامة قامت لا 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 جنات تجري من تحت الهنار خالدين فيها عارف خالدين فيها دي عن شنو ذلك هو الفوز العظيم المنافقين ها يوم القيامة دي اللي بيقولوا بجقلب وخايفين عملوا شنو يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يا نورة عندكم ده نور جميل ومنزلكم دي عالية في الجنة عليكم الله بس نقتبس بس الدون حتة نقتبس من نوركم قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أرجعوا 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 لي وراء أنتوا ما كعند أكون فرصة في الدنيا فربنا قال شنو فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة جسور بينهم والبفصل بينهم يوم القيامة ديال الجانب يتعم الرحمة الناس الصبر والناس اللي توكلوا على الله والناس اللي كانوا مؤمنين وكانوا بيعملوا الخير وكان شنو من ما تعلموا القرآن وعلموا وعلموا بأعمالهم بأخلاقهم من مسامحهمتهم بطيبتهم بكرمهم بعزتهم ديال باطنه فيه الرحمة وظاهره من طبله العذاب شوف الناس دخلوا في العذاب ديالنس الله يعافينا ويتوب علينا شكرا يقولنا الآن الآن نرجع لعلا ما في عيس ما بكرة ما في عيس ما بكرة ما نمشي الحج بتوب بكرة ما نمشي كده والله بغير من لا 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 الليلة الليلة استقفى رتوب أسا فقاشنو ينادونهم ألم نكن معكم يعني دو صلاح الليلة العام يقولش نحن ما كنا في ردكم ما كنا في رد في الدنيا دي كنا مع بعض قالوا بلى صح كنا في رد كنا مع بعض وطالعين ونازين مع بعض ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغردكم الأماني وغردكم الأماني دي بقع فهموها وغردكم الأماني بكرة بنتوب بكرة بتاع الله غفور الرحيم والواحد تدخل من محصي ليه محصي ومن مصيبة ليه مصيبة ومن شنو شنو وغردكم الأماني عشان كده ربنا بقول شنو ألم يعني الذين آمنوا شوف التداخل بين الآيات ليه لأنه ديه اضاعوا ضاعوا ليه ما ضاعوا انه مشركين بيا الله ولا كفار بيا الله ضاعوا لأنه وغردكم الأماني بكرة إن شاء الله وبعد بكرة والعمر طويل ولا واحد لما نكبر بنمشي الحج ولما نسوي كده بنتوب ولما نعمل كده بنعمل كده وغردكم الأماني وغردكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الغرور طبعا يفسرون ناس بمعاني مختلفة يقول لك الغرور الموت الغرور المعرف ايه ولكن الغرور ايه من شنو غردكم الحياة الدنيا بمعانيها المختلفة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير طيب أنا يا ربا لو أرجع أرجع متين أرجع لما نمشي الحج أرجع لما نبكرة لما نعرس أرجع لما الرب رفتح عليه الدنيا بعدين أمشي في الرزق الحلال لا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الوكي تسا ما في ما في أسد العاوز يتوب يتوب أسا العاوز يرجع يرجع أسا العاوز رحمة ربنا يطلب أسا الآن الآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني الآن الآن خلوا قلوبكم تتخشع لذكر الله وما نزمي الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم فطال لاحظوا برضو ربنا قال ما تكونوا زي الناس اللي قبلكم قبل المسلمين عاصوا ليه عاصوا لأنه طال عليهم الأمد إبقى إحنا الشيطان لما لقاك مؤمن بي ربنا ما بكفرك لكن بيطول ليك الأمد يخل صبح بدري بصلي بعدين يخل بتعب أسوي كده التوبة بتوب بعدين الزكبة بتصدق بعدين يبقى الطاعة شنو بيصوف الواحد في الطاعة فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون نسأل الله سبحانه وتعالى اتقبل إن شاء الله ويجعل الآية دي مرسوة في قلبنا إنه كل ما نخطأ خطأ أو تحصل مصيبة نعرف إنه الآن وقت التوبة الآن وقت الرجوع الآن وقت تعلم القرآن وتعليم القرآن والعمل بالقرآن ما بكرة ما بعد بكرة ما بعد محج ما بعد معرس ما بعد المقروش ما بعد السيدي السيدي الواحد بيقدر بل بيقدر علي والله سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله وخيركم من تعلم القرآن وعلمه بارك الله فيكم إن شاء الله شكرا